اشتركوا في القناة صح ذكرتي نقطة كل شيء أنه ليس فقط الطفولة بها ذكريات أنه حتى يجوز البارحة قبل سنة يعتبر من الذكريات أنه مثلا ببعض الأحيان وبعض الأشخاص أنه لوبيدهم يعودون إلى ما قبل عام حتى يغيرون الأشياء التي لا يحبون أو ما يحبوها التي صارت لهم خلال هذه السنة طبعا نحن نتكلم بخصصة الموضوع مع الدكتور على نجاح بيس قسم إذاعة والتلفزيون في الجامعة العراقي حياك الله وصباح الخير سهلين وصباح الخير صباح الخيرات العافية حياك الله الحمد لله سادة شونك يحنين الماضي بالبداية شونه يعني أنه أنت بالعادة تحن إلى أيام الماضية أيام السابقة اللي خلي نقول اللي أغلب الأشخاص يفتقدوها يعني من خلال ملاحظتي ومعاشرتي للأشخاص اللي يكونون أكبر مني عمران أشوفهم دائما يقولون أويلة على أيام قبل شنة هيت وشنة هيت فبالبداية أريدك تعرفني على مفهوم الحنين إلى الماضي بعدها طبعا الحنين إلى الماضي يشمل كثير من الأشياء الحنين ربما إلى الأشخاص ربما إلى عزيز قد فقدنا ربما إلى الأماكن ربما إلى دار الأهل القديم ربما إلى الشارع القديم والكثير الكثير من هذه الذكريات حتى لمسة الأم الدافئة أحيانا مثل ما يقول العراقين يعني الجلسة مع الأهل هذه الكثير من الأمور الجدات الأجداد ولكن هناك مقولة جميلة قراتها لأحد الأشخاص يقول مضى السنين طويلة لا أذكرها أحن فيها إلي واشتقت إلي أفتقدني كلما كبرت هذه الكلمات الجميلة والحنين إلى الماضي أكيد موجودة في داخل كل شخص وموجودة في دواخرنا لكن هذا الحنين علينا أن لا نفكر بتفكير عاطفي أنه نأخذ فقط الإيجابيات ونترك السلبيات ولا تفكير قطبي نأخذ كل شيء لو أسود لو أبيض ولا تفكير انتقائي نأخذ الأشياء الإيجابية ونترك السلبية هذا التفكير أيضا يكون أحيانا مرض ليس فقط التفكير والحنين الماضي هو جميل أحيانا ربما أنت تتذكر أشياء أليمة في الماضي ربما كانت سلبية ربما أحيانا كبير سن يفتقد الصحة يحن إلى الماضي ربما مهاجر أو مهجر يفتقد الدار ويفتقد الوطن أيضا أحيانا يكون الحنين إلى الماضي من وجهة نظر مخالفة لوجهة نظرك أحيانا أنا أكون إيجابي ولا سامح الله تفكيرك يكون سلبي ربما هناك ألم ربما يحتصرك الألم عندما تتذكر الماضي هذه الفروقات بين الشخص وآخر وأحيانا حتى الحاضر إن كان الحاضر أليم الحاضر سلبي مجهولك يعني المستقبل مجهول أيضا يجعلك تحن إلى الماضي والحنين إلى الماضي طبعا هناك مصطلح اخترعه الطبيب هوفر يقول النوستالجية النوستالجية مقسم من كلمتين نوسيوس والجوس وهي باللغة اليونانية تعني العودة إلى الوطن والألم فأصبحت مصطلح نوستالجية كل من يحن إلى الماضي ويحن إلى ماضي مثالي أصبح هو نوستالجي حلو جميل جدا طيب أكيد لكل موضوع معين إلى فت أعراب يعني شون هي الأعراب التي ممكن أن تؤدينا إلى الحنين إلى الماضي طبعا إذا نرجع إلى المصطلح النوستالجية بسنة 1688 إلى سنة 1850 كانوا يعدونه مرض نفسي وكانوا يعدونه فتشي سلبي وفتشي يلم بالأشخاص طبعا من أين يجي المصطلح؟ هناك كان عمالة سويسرية مع الجيش الفرنسي والإيطالي كانوا عندما يسمعون موسيقى سويسرية قديمة يحنون إلى الماضي يحتصرهم الألم كانت ضربات القلب تتسارع فما وجدوا فتشي بايولوجي بالمرض مالتهم لكن هذا الطبيب هوفر هو اللي عرف أنه هذا المرض نفسي فاستمرت العملية إلى سنة 1850 بعد سنة 1850 لا يعني بعض الأطباء النفسين وبعض علماء النفس والاجتماع قالوا لماذا لا نعالج هذا المريض بالحنين إلى الماضي بتذكيره بأشياء ممكن أنه كان يعيشها بتذكيره بالفتشي الإيجابي وأصبحت هذا المصطلح الحنين إلى الماضي نعالج به الأشخاص بعد أن كان مرضا لقرنين مضت حلو جميل جدا أنه اليوم بعض الأشخاص رائدة عندما تصادفهم هكي ظاهرة أو تصيروا يهم هكي حالة يقولون نحن نتمنى لو ما عدنا هاي الشغل أنه نتمنى لو ما نحن نتمنى لو نتخلص من كل هذه البكريات وهذه الحنية اللي بداخلنا حتى تتحول الحنية إلى قساود قلب لأنه بالتالي نتوقع الحنية تظهر من المشاعر الداخلية اللي تكون في داخلنا يعني من القلب أو قد يكون متفكير بهذه الأشياء هو اللي يخلينا نحل إليها لكن اليوم أغلب الأشخاص يتمنون يتخلصون من هذا الحنين كيف رح يقدرون يتخلصون منه؟ يتخلصون من هذا الحنين عندما يعيشون الحاضر بكل وقائعه وبكل تفاصيله فأنت بهاي اللحظة إذا ما تعيشها بكل ساعاتها بكل دقائقها بكل ثوانيها بالتأكيد راح تحن إلى الماضي وزين أنت عندك مستقبل وربما المستقبل ربما ما أفضل من الحاضر مالتك فلماذا تعود إلى الماضي؟ علينا أن نعيش واقعنا مثل ما يقول إبراهيم الفقي يقول الحاضر هو نعمة من الله فلا نحل إلى ماضي لديك ماضي أنت استفاد من خبراتك ولديك مستقبل هذا المقصد من الكلام أنه دعونا نعتبر الماضي هو محطة تعلم أو محطة اختبارات التي قدرت تحملنا هذه الأشياء أم شنو تعتبر أذكر لك حادثة بسيطة هناك فيلم هوليودي سنة 2010 اسمه منتصف الليل في باريس البطل جيل كان يحن إلى الماضي وكان هو فاشل في علاقاته العاطفية كانت لديه رواية لم يستطيع أكمالها فكان يحن إلى ليالي باريس عاد الزمن به إلى القرن العشرين في باريس والتقى بيكاسو وكثير من المفكرين شاف ليالي باريس الدافئة مقاهيها ومطاعمها عاش في القرن العشرين مع هؤلاء المفكرين ولكن ماذا وجد في النهاية؟ وجد أن هؤلاء المفكرين يحنون إلى القرن التاسع عشر ويحنون إلى عصر النهضة فماكو أحد بالحياة دائما قابل على وضعه أو قابل على الحاضر دائما يحن إلى الماضي فوجد أن القرن العشرين الذي كان يحن إليه هناك من كان يحن إلى القرن التاسع عشر وهذه هي مشكلتنا علينا أن نعيش الحاضر بكل تفاصيلة علينا أن نؤمن لنا ولي أجيالنا أو لأولادنا ونستفيد من الماضي ممكن طيب هل يعتبر أن الحنين إلى الماضي مرض نفسي؟ أحيانا يعد مرض نفسي إذا أمسكنا فقط الإيجابيات علينا أن نتذكر كل شيء دائما نتذكر الإيجابيات ونتذكر السلبيات ونستفاد من عتها لكن إذا فقط عشنا في الإيجابيات وعشنا فقط في الماضي دون الاستفادة منها في الحاضر أكيد سيتحول إلى مرض نفسي ويصبح نكوس في هذه الحالة ومنح أن يقبل أي شيء بالضبط أشبهه بمرض التوحد أيضا ستنغلق على نفسك علاقاتك الاجتماعية ستكون صفر مع الباقين وعليك أنت حتى إذا تحن إلى الماضي لماذا لا تقوي علاقاتك الاجتماعية مع أقاربك ومع أصدقائك أنت تحن إلى الماضي قربها وعش يومك وستقبل المستقبل نحن الآن نقضي الربع لأول من القرن الواحد والعشرين نعم أنت سنقول من الأشخاص الذين ينولدون في القرن العشرين برأيك هم تحن للأيام الماضية ونقول أن أغلب الأشخاص اليوم يفضلون الأيام المضعت على هذه الأيام ربما بعض الأحيان بعض الأحيان ربما الهروب من المسؤولية أحيانا لا أنكر هذا الشيء ربما الهروب من المسؤولية عندما كنت صغير لا تتحمل المسؤولية كان كل شيء موجود بالنسبة للأهل والكثير من الذكريات أكيد يذكروها لكن طبعا البعض يعتب عندما نذكر مصطلح الزمن الجميل البعض يعتب طبعا الزمن الجميل بوجود الأشخاص بوجود الأحبة بوجود الأقارب ممكن أنه يصبح الزمن الجميل لكن أكيد هناك سلبيات هناك آلام هناك مرارة هناك حروب لكن الزمن الجميل نقصد به العلاقات الاجتماعية الذكريات الجميلة الجيران وحتى الآن اليوم في التطبيقات الهاتف وبالمواقع التواصل الاجتماعي يعني الكثير هناك من القروبات وكثير من الصفحات باسم أنتيكات الزمن الجميل مثل الآن اللي يعضوا بيها وأدمن بيها ويعني كون الدكتور ضياء مصطفى زميل وصديقي يعني أكثر من ألفين أكثر من 3000 شخص حاليا بالقروب ننشر الأشياء الجميلة الماضية سواء كانت أفلام أغاني سواء كانت الصور ذكريات قصص وأيضا عفوا حتى عربيا يعني هناك بيروت القديمة أيضا مشترك بيها هناك مثل احنا بتوع زمان يعني قروب مصري هذه هذه ذكريات يجوز حتى تدول بها الأفلام القديمة أن تتذكرون هذا الفيلم عن ما ظهر يعني بسه كنا نحس أنه لكل شيء أكوفى الطعم مميز يعني حتى إذا كانت هذه القاعدات البسيطة مع أهنا وأقاربنا اليوم صرنا نفتقدها هل بسبب التطور والحداثة يمكن هذا الموضوع صحيح كلام سليم جدا هو التسارع بالحياة والتطور الحاصل أكيد يعني يعني خلل العلاقات الاجتماعية يعني تتباعد الإيقاع السريع واليومي مثلا للدوام للدراسة كثرة الناس ممكن كثير من الأشياء التكنولوجيا الموجودة باعدت بين الناس لكن ممكن أن نستغل هذه التكنولوجيا وهذه العلاقات بأنه نعاود أو على الأقل الرجع القليل من هذه العلاقات سواء كان اجتماعيا على الصعيد الاجتماعي مع الأقارب وربما من خلال المجموعات والصفحات اللي نستغلها تكنولوجيا لاستعادة هذه الحياة الماضية سابقا عندما الجار كان يحتاج جارة بدون ما يقول أنا محتاجك يلقي جارة واقف اليوم بظل هذه الظروف اللي مرين بيها وبظل تطور اللي رافقنا خلال السنوات المضد أنا أشوف هذا الشيء بدأ يقل طبعا برأيك أنه أنا كشاب من مواليد هذا الجيل بالأيام القادمة راح أحنل هذه الأيام أنه مثلا أنت من مواليد الجيل القديم وتحن للجيل القديم ترى عمر الجال صغير لا نحن نقص الأيام اللي عايشها يعني صحة وسلام وعافية طولة عمر إن شاء الله ويعني نحن نقول دائما للعمر مجرد رقم لكن أنت خلينا نقول مريت بالأيام اللي ماضية خصوصا بذلك الجيل وتعرفت على الناس والتفاصيل وعرفت شو يعني يكون إليك حنين من الماضي يكون إليك حنين من الماضي برأيك أنه إحن أو آني هذا الجيل هل ياترى راح يصر عندنا حن للماضي انحن لهذه الأيام طبعا إلا تفاصيل أخرى ربما راح تحن إلى الأشياء الجميلة أكيد ما راح تتذكر الأشياء السلبية لكن راح تحن إلى الأشياء الإيجابية لكن أكبر أقول تقول الذكرى السيئة تبقى بالبال صحيح ربما بكل حياة شخص عندها في الذكريات إذا كانت سلبية أو إيجابية تبقى تعتمد يمكن راح تبادلني بهذا الموضوع يمكن يتعتمد على الشخص نفسه هل ياترى يكون سجين هذه الذكريات أم أنه يكون إنسان حر بالتطور والحداثة وأنه شون يعيش هو المفروض أنه المفروض يبتعد عن هذا التفكير ويعيش واقعه ويعيش حاضره بكل تفاصيله بكل دقيقة كل ذر السعادة ممكن أنه يعيشها حتى تكون ذاكرة له في المستقبل يذكرها بكل حنية وربما هذه التي تكلمت عنها هي للأسف واقع حال بالأيام المرة التي عشناها خلال 10 أو 17 سنة المضت بسبب الأحداث بسبب الحروب بسبب الاحتلال ممكن كونت عندنا أفكار سلبية حتى الثقة قلت حتى الثقة قلت من بين الأشخاص أكيد حتى الصحيح صحيح قلت الأصدقاء قلت الثقة ما بين الجيران للأسف الكثير من حالات الخطف شفناها صحيح هذه نتكلم بها بكل صراحة وليس نخجل نعطي نواقع حال وللأسف صار لكن علينا أن نتجاوز هذه صح شوف لكن من أبسط الأمثل أنه سابقا شوف لا بد ما تكون الشخص جلسة مع الأهل يتكلمون بخصص هذا المواضيع فمن المواضيع اللي حاش بيها الوالد تحياتي إلا وتحياتي إلى ربي حفظه أشياء الله أهل الكرام وأهل كل الزوالاء الموجودين في داخل خارج الأستوديو طبعا سابقا عندما نتكلمون يقول لي ابني بالأيام الماضية أنه مثلا يجي شخص يدق الباب يقول يا باب تراني سيارتي عطلت كذا وكذا بس أقدر أخلي هذه السيارة تطلع فزعة كل الناس تطلع لفزعة وكل الناس تركض أو أيضا يمكن أباد لك فيه هذا الموضوع يمكن سابقا عندما كانوا يجون ناس يقعدون مثلا بمنطقة مثلا جديدة أنه الجيران يأخذون الصينية الخاصة للأكيد ويسوي لهم استقبال وتكون أكوا عزاين بالبيت فاليوم افتقدنا هذا الموضوع لذلك نحل عكسة الأمور يعني اليوم شخص من يدق بابك يقول لك محتاج مساعدتك يعني يجوز أول شيء ستفكر به أنه هذا الإنسان المقابلك هو إنسان خطر بالدرجة الأولى صح من بعد هذا الإنسان لا تعرف شنو قد يكون صحيح مجرم أو مسارق أو هذا الأشياء وبذكر عن حديث على زميلاتنا رأد الجيران عندما كانوا يقعدون هسا لا جيران بسدي يقعدون أهوهم يجو يدول هذول نخلي ديزلوم ديليباري بالضبط يعني قلة الثقة للأسف أصبحت يعني تراودنا كثيرا خصوصا بهذه الأيام وبالأيام أو السنوات اللي مضت لكن علينا نتجاوزها من خلال تبادل الثقة ممكن أنه تكون زيادة العلاقات الاجتماعية مع الأخوان أو الأصدقاء أو الأقارب وإذا تذكرون أو قارين رواية عام كججي الطشاري الطشاري يعني باللهجة العراقية معناها التشضي تشضي بكل التجاهات ويعني هي كانت الدكتورة وردية بالرواية أنه شلون تعيش بالعراق في خمسينات القرن الماضي قبل الثورات وقبل الحروب وقبل العلاقات السلبية التي أصبحت فدائما العراقي نجده يعيش تلك الحقبة حتى الآن في مواقع التواصل الاجتماعي نراه الحقبة الملكية العراق كان والعراق كان إن شاء الله العراق طبعا يكون الآن ويكون في المستقبل أكثر وأكثر تطورا وأكثر حنية على الأبناء مثل يعني مثل ما يتمنى البعض يا ربي إن شاء الله يعني نزول هذه الغمام خلال تواجد الكل وتكاتف الكل إن شاء الله نعم طيب أستاذ اليوم كل شيء بالحياة ممكن بفائدة وبضرر اليوم الحنين إلى الماضي ممكن عفوا يفيد أو يضر لا طبعا الكثير من الإيجابيات فيه إذا أخذنا الإيجابيات التي عشناها من خلال العلاقات من خلال الحنين من خلال التكاتف الذي كان موجود الذي ذكرته قبل شوية ما بين الجيران ما بين الأصدقاء ما بين الأخوة أكيد الإيجابيات التي نقدر نأخذها من الماضي أكيد ستكون درس لنا في الحاضر وتأمين للمستقبل لكن السلبيات أنه نبقى حبيسي هذا الماضي نبقى حبيسي هذه الذكريات فقط بدون ما نقدم شيء لواقعنا والأكيد سيكون شيء سلبي علينا حتى التقييدين المقريزي الأديب العربي القديم كتب وكأنه في هذه السنوات يعيش كتب عن الأوبئة التي يعيشها الناس كتب عن الأمراض التي ممكن أن تكون وكيف الناس يتقوق على نفسه ويعيش في الماضي وأنه الماضي أفضل والماضي أفضل ولكن لو عالج نفسه مثلا يتصور نفسه لو أخذ الإيجابيات من الماضي لعبر هذه المرحلة بسلام وكأنها اليوم نحن اليوم في وجود جائحة كورونا عاف الله عم العراقين عنها أصبح الكثير من عندنا حبيس هذا المكان لا يقدم شيء لا يتكاتف مع الآخرين للوقاية من هذا المرض مثلا والكثير الكثير لكن عليه أن يعبر هذه المحنة بسلام من خلال أخذ الإيجابيات من الماضي مضبوط جميل جدا يعني دعني نقول أنه الظروف هي التي تعلم الناس وتقويهم وتساعدهم على نسيان الماضي الأليم الذي يمرون به بالتأكيد بالتأكيد الكثير من الآلام الكثير من الحروب الكثير من الوقاعة الأليمة التي عاشها الشعب العراقي ممكن أن يستفاد من عتها وممكن أن يعبر هذه المرحلة بسلام خلو طبعا وأنت ذكرت في الشغلة ذكرت بالسنين السابقة أنه كانت الحياة طبيعية قبل ما تجينا جاء أحد كورونا فلذلك اليوم يعني هو صح بسلبيات وإيجابيات الحنين الماضي مثل ما ذكرت فكرت وأنت تتكلم طبعا أنه بهذه السنين التي راحت أنه كانت الحياة طبيعية كانت أكو ما كانت هذه الخوفة موجودة إذا كان شخص قريب من عندي أو ممكن أن أقف بسرة معين أو بمكان مستحن هذا الحنين الماضي نطمح أن تخلص جائحة كورونا وترجع الحياة طبيعية وترجع بغداد وأيضا كل محافظات وأيضا أخليم كردستان بألف ألف خير يا رب على طالع أذكر أيام كورونا برأيك أنه نحن من الأيام كورونا بالأيام القادمة لا شنطين خليت ولي كورونا ما نعرف المستقبل شي خبي يعني الكورونا واخواتها ما عرف بعد يعني جوز بالأيام القادمة يعني الله لا يقولها إن شاء الله جوز يأتي شيء يكون يعني مؤذي أكثر إن شاء الله يا رب نحن نتأمل بخير طبعا نتأمل بخير ودعنا سنة العشرين العشرين يعني كل الناس وكل الأوساط الفنية ومبوط لأنه كانت سنة محملة كل العالم بس ممكن نأخذ نقطة إيجابية نقطة إيجابية أنه الكثير من الأشخاص اللي يعني بقوا حبيسي منازلهم استفادوا الكثير سواء من جهة الأدب والكتابة الشعر الرسم ممكن أن نستغل حتى الواقع الأليم حتى السلبية اللي تحصل بالحاضر ممكن أن نستفاد بنعته يعني وطدت العلاقات فيما بين الأهل حتى يعني والله اليوم صح بظل الظروف اللي مارين بها الناس الرجل صار يتعلم يتبوك نحن بلا أشوف نحن من زمان مبدعين في هذا المجال وبالمناسبة يعني على ذكر الطبخ أنه ترى الرجال يطبق حسنين المارا أنا ما أعرف بعد طبعا دكتور على نجاح رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة العراقية طبعا يعني ما أعرف إذا كان عندك سؤال أو والله أكيد يا رائد أشوفي يعني أيام الماضي ما تنتهي لكن أنه اليوم حتى لو نختم بشي حلو أن كل واحد يذكر فد نقطة حلوة مر بها من الماضي ننتبشونه مريت وشون الأشياء اللي أتحن بصراحة يعني هو الكثير من الأشياء الجميلة مثلا أبرزها الأب والأم أكيد تذكرهم جميل جدا طبعا أكيد يعني قعدة العائلة الكاملة أكيد يعني لمدة الأصدقاء والأهل ما أكو أحلى من عده مشاهديني الكرام بالبداية نشكر دكتور علانة جاح شكرا لك نورتنا اليوم هذه المعلومات الحلوة وهذا الكلام ربي يحفظكم ويحفظ شبابكم إن شيا يعني بعد ما نحل لا باركا لكم شكرا لك حياك الله نعم أكيد موسيقى